نقطة من الثلاثة قال آآ علي أولى بالإمامة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالإمامة من أبو بكر وعمر مش انتعرف يوزل لبغز منهج الشيعة كيف طيب ليه دليلك شنو قال الدليل إن الصحابة لما احتجوا على إمامة أبي بكر الصديق احتجوا بحديث الأئمة من قريش اخونا ركزوا شوف استدالة الزول كيف وفهموا شنو وشوف بطلانه كيف قال استدلوا بحديث الأئمة من قريش وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من بني هاشم من بني عبد المطلب أخص الناس بهذا الوصف وصف القرشي من أخص الناس بهو علي بن أبي طالب نقول صحيح علي بن أبي طالب قرشي ومن أخص الناس بالوصف الأئمة من قريش لكن هل استدلال الصحابة بحديث الأئمة من قريش على خلافة أبي بكر الصديق عشان تيجد تقول علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر الصديق بكلمة الأئمة من قريش هل استدلوا بهم على خلافة أبي بكر الصديق لا الصحابة ما استدلوا بحديث الأئمة من قريش في خلافة أبي بكر يعني في تعيين ببكر الصديد كشخص يعني للخلافة لا إنما استدلوا بحديث الأئمة من قريش لما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقالوا الأئمة من قريش إذن في مسألة شنو إن الأئمة يعني نحن الأمراء وأنتم الوزراء قال الأنصار كده من المهاجرين القراشيين قالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء فاستدلوا بالحديث على الأنصار إن الإمامة أو خلافة الخلافة ما في الأنصار إنما هي في قريش لكن الاستدلال على إن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة أو بكر الصديد ما كان بالحديث فقط إنما استدلوا بحديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر دا النص وغير من النصوص الكثيرة جدا دخلت أنا أبكر وعمر خرجت أنا أبكر وعمر جاتوا إمرأة سألتوا عن شيء فقال ائتيني من القابلة يعني تعالي السنة الجاية قالت إن لم ألقك قال تجدين أبا بكر نصوص كثيرة جدا أشارت وعند بعض العلماء صرحت بإم الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فشوف استدلال الرجل دا باطل بعد البطلان فيه تناغط تاني تناغط اللي هو عنده من القواعد اللي باستخدامه كثير جدا بيقول لك الحديث إذا خالف القرآن ما يقبل تمام أي حديث يقول لك خالف ظاهر القرآن حديثة باطل وأنا الآن بجيب له الحديثة وبديه نص من القرآن يوهم حسب قاعدته هو مش عندنا إحنا عنده هو الحديثة بخالف آية صريحة في القرآن حسب فهمه مش عندنا إحنا وما حيقدره يجيب عليها إلا أن يجيب أهل السنة طيب هنا قال الأئمة من قريش ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهنا الحديث قال الأئمة من قريش بقاعدة عدنان البستخدمة والبستخدمة الترابي والبستخدمة كل من يطعن في السنة أن الحديث إذا خالف ظاهر القرآن يبقى باطل وهنا بحسب فهمه الحديث يخالف ظاهر القرآن ولا لا ما يقدر إلا يجيب على أهل السنة طيب بقاعدتك دي يبقى استدلالك ده قال لي أنت داير تجعل بيه على ابن أبي طالب خليفة قبل أبي بكر وعمر استدلالك دي يكون باطل طيب لو سألت لو سألته كيف يجيب أهل السنة على هذا يجيب أهل السنة على هذا أن تمييز قريش لم يكن فقط تمييزا كما يقال عنصريا إنما كان لصفات فيهم ذكرت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أرحموا الخلق بالخلق وأعدلوا الخلق بالخلق هم أرحموا الناس وأعدلوا الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش وفي رواية ما أقام الدين يعني الإمام يكون من قريش ويقدم ما أقام الدين ويمكن أن يكون الإمام من غير القريش وبعضهم حملوا على الإمام العام وغير من الأشياء اللي ما يقدر عدنان يجيب علىه ولا من معه كويس وده يعتبر عندهم من القواعد اللي بتخرم لهم شغلهم الشغالين بقوهم بعدين يا أخواننا الزول ده بقول أي الحديث ده البخاري فيه كلام طيب الحديث ده رواه البخاري ليه أنت تستدل لبه عشان كده زي ما قال لك شيخ مزمي القبيل أي حديث وافق هوا عندهم إن كان الترابي أو عدنان أو مين مين كلهم أي حديث وافق هوا عندهم بيأخذوا به وإن كان مش في البخاري لو كان في منهم دون البخاري في الصحة كمسند أحمد أو الطيالسي أو غير طيب نحن نخشبه ببساطة بيتكلم عن فضائل علي رضي الله عنه وذكر في المقطع قال كل من يتكلم في علي فهو صعلوك صعلوك قال هو بتكلم في علي صحيح ما مختلف معه في المعلومة دي ولسنا ممن يتكلم في علي بل نحبه أكثر مما نحب آبانا وأمهاتنا ما نحن نتكلم في علي بن أبي طالب ولا نرضى الكلام فيه ولكن نسألك سؤالا كيف تثبت أنت فضائل علي بن أبي طالب نحن نعرفه ولو شيئنا لتكلمنا عنها أياما لكن سؤال لكن تولي أي شيعي كيف تثبت فضائل علي رضي الله عنه تقول نقلوه الرواد أنت قابلت أبي طالب ما قابلته أيوة أنتم ما بتقولوا الحديث دي حرفت في زمن بني ومية وغيروه وبدلوه فضائل علي دي ثبتت كيف سنظر أعرف شكرا ابن تيمية ناقشهم بالنقطة دي ومن أقوى استدلالات ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الطريق الذي تثبت به فضائل علي تثبت به فضائل معاوية وإلا أنت كيف هتثبت أنت قابلت تعلم نابي طالب ما قابلته قابلت فاطمة لا الحسن لا الحسين لا ويجي بعض الشيء يتبجح يقول لك معاوية كافر ويقول لك فضائل معاوية ما ثبتت هذه الحديث ما ثبتت طيب فضائل علي ثبتت كيف ونحن عندنا ثابتة فضائل علي وثابتة فضائل معاوية وعلي رضي الله عنه أولى بالفضل من معاوية هو أولى بالفضل وأولى بالإمامة رضي الله عنه وأرضاه لكن اللي اتنين جوا بطريق واحد فلو أنكرت هذا جاز لمخالفك أن ينكر ذاك بنفس النظام وبنفس حجتك أنت ما هو بتبجح بتريك كده بس يقول لك فضائل معاوية شنو فضائل معاوية روامنو وإنت فضائل علي روامنو نحن عندنا ثابتة ثبتة الجبال كما ثابت فضائل معاوية ومن قبلهما فضائل أبي بكر وعمر ابن تيمي قال له الطريقة الذي ثبتت به فضائل علي رضي الله عنه ثبتت به من باب أولى فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كويس فنسع عجيبين جدا جدا لو جي سألتهم الليلة وهو هذا عدنان إبراهيم يكفر معاوية ويقول معاوية عاش على الدجل والتجيل والغش والنفاق طيلة حياته والعياذ بالله معاوية خالو المؤمنين أعظم ملوك الإسلام وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به وادخله الجنة طيب يجي قل لك ما ثبتت ما ثبتت هذه الفضائل والثبت شنو قل لك وقال أبي اسحاق السبيعي وطيب السبيعي ده ثبت كيف السبيعي ذاته خليل قاله السبيعي ذاته ثبت كيف ما في سبيعي ممكن أنكره لك ذاته أنا منه قال لك لقيت السبيعي انت؟ ما لقيته ما في سبيعي أثبت لي أنه فيه أبي اسحاق السبيعي وأثبت لي أنه فيه منه كده قال حرملة ولا منه وأثبت اتكلم وقال فيه في معاوية وقال أنكروا فضائي المعاوية ذاته مثبتوا كيف ما كتب موجودة يجي قل لك وقال أبي محمد بن حزب انت قابلت ابن حزب؟ أبي محمد قابلتو؟ يا عدنان انت قابلتو؟ ما قابلتو؟ لقيت وين؟ كتاب ما احتمال كتبه جورجي بوش؟ مكتاب هذا كتاب جيد ورغة كيف سبت هذا؟ يجي قل لك القرآن وكلام الله محفوظ كيف سبت عندك أن هذا هو كلام الله؟ قل لك ربنا قال إنا نحو نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كيف سبتت إنه دي آية؟ كيف سبتت عندك؟ قل لك يا أخي لا هذا ما كلام معجز وهذا كلام أعجز كون القرآن أعجز ومعجز هذه مما يثبت به القرآن لكن وحدها لا تكفي وحدها ما تكفي انت عرفت كيف إنه دا كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف عرفت إنه دا كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف عرفت إنه ترتيب الصور ذا بهذه الطريقة؟ انت عرفت كيف؟ إذن يا أخوانا يبقى عندنا في المسألة دي النازل تراقضهم ظاهر جدا وواضح لو سألت الآن الشيعة قلت لهم الدوني فضل واحد من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه أثبت لي بس فضل من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين تمام؟ يا أخوانا خلكم معي دا كله بشتغل إن شاء الله سنزمن ما يأخذنا طيب قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين الطائفتين دا طائفة من ومن؟ طائفة علي وطائفة معاوية وطائفة اللي كان عليها الحسن رضي الله عنهما طيب النبي صلى الله عليه وسلم شهد للطائفتين بأنهما من المؤمنين ويجب على شوية عدنان دراسة الكتب ومن يقول قال فلان منه ما تعرف قال إن معاوية كان منافغا بالله وطاني منه وقال فلان سيبني من ذلك كلهم أنه قال معاوية من المؤمنين في فضيلة من فضائل الحسن إنه أصلح بين طائفتين من المؤمنين أنهما صلى الله عليه وسلم شهده بالإيمان ويجي داني فلان قال فيه وقال فيه فلان وإنت ما تقدر تنكر الفضل دا بالذات لأنه دا فضل من فضائل واحد من آل البيت تقدر تنكره؟ إن ابن هذا سيد الحديثة تنكره؟ تنكر إنه الحسن ابن علي سيد؟ ما بقدر ننكر الحديث دا بالذات وفيه فضيلة لمعاوية بل شهود لمعاوية بالإيمان ومن معه تنكر أن تتكفروا؟ وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر